مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون عدن الغد معركة للسيطرة على أرضية بعدا تخلف عددا من الأسرة وفي العربي الجديد مواطن يمني يتحدث لصحفة عربية اقترطوا مالا من المال استعدادا لمواجهة كورونا وفي البي بي سي هل النساء والأطفال أقل عرضة للإصابة بالمرض صادفت يوم أمس الذكرى العالمية للمرأة التي تعيش وضعا مزريا داخل اليمن بحسب الموقع بوست بسبب تبعات الحرب التي أثرت على نفسيتها وزادت أعباء الحياة عليها حتى باتت الحقوق مجرد ترف بالنسبة لكثير من النساء هدى الصراري الناشطة التي فازت بجائزة مارتن إليناز لحقوق الإنسان لعام 2020 تقول إن المرأة تناظل في كل مجالة الحياة على مدى تعاقب الأنظمة في اليمن حتى نالت بعض حقوقها في سبعينيات القرن الماضي وفقا قواعد تشريعية تنص عليها قانون أو ينص عليها قانون الأسرة لكن حاليا وبفعل الحروب المتعاقبة تقول الصراري تراجع مستوى حقوق النساء في اليمن بشكل محوظ وتداخل ظواهر اجتماعية أو ظواهر اجتماعية على مجتمعين اليمني وأفكار متشددة استطاعت نشرها عبر منابرها وأثرت بشكل أو بآخر على مستوى تقدم النساء وبحسب الصراري فإن القيادات والأحزاب السياسية لم تنصف النساء بالرغم من نصولها لمستوى عالي جدا في التدريب والتأهيل واحتكرت نشاطها العلمي أو العملي في دوائر المرأة وحجمت نشاطها الإداري في مواقع صنع القرار وهو ما تتفق معه النشطة ياسمين القاضي التي فازت بجائزة الشجاعة الدولية للمرأة للعام الجاري فيتؤكد أن أكبر تحدي يواجه المرأة هو الحرب ومخاطرها التي تشكل عائقا كبيرا إذ كانت المرأة تعمل على إزالة الأطر التقليدية التي تعيق عمل المرأة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جرانبورغ يكتب عن المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مضيفا في مقال نشره المصدر اللاين أدت الحرب والوضع الإنساني المتدهور إلى صعوبات متزايدة أمام النساء والفتيات في اليمن على كافة المستويات فإلى جانب العواقب المباشرة كالوصول المحدود إلى الغذاء والرعاية الصحية الملائمة ارتفعت معدلات العنف ضد النساء ويظل الوصول إلى خدمات العدل أمرا بالغ الصعوبة أو حتى مستحيلا تسببت الحرب في التشرد كما أدت إلى الحد من حركة الفتيات والنساء اليمنيات بشكل كبير انعكس هذا على قدرتهن على الوصول إلى فرص كسب العيش والعمل ما زاد من تقويض مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية وبالرغم من الظروف القاتمة والصعوبات الهائلة التي تواجهها النساء اليمنيات فإنهن عضوات ناشطات في مجتمعاتهن في شتى نواحي الحياة كما أظهرنا مرونة جبارة في مجابهة الحرب والتزاما بتعزيز السلم والمصالحة وطوال هذه الأشهر كانت بعض من أكثر النقاشات المثمرة التي حظيت بها حول الوضع في اليمن مع مجموعات مختلفة من ممثلات عن النساء في صنعاء وعدا وبالتالي فإن يوما كهذا اليوم هو بمثابة مناسبة مواتية لتقدير إنجازات نساء يمنيات كثيرات أظهرنا تفاريا وشجاعة استثنائيين لتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والسلام ينبغي أن يكون تقدير عمل هؤلاء النساء من خلال الجوائز الدولية عامل إلهام لجميع النساء اليمنيات للاستفادة من إمكانياتهن في القيادة وإلهام مجتمعاتهن تعتبر حقوق المرأة والفتاة اليمنية وتمكينهن أحد الأولويات التي توجه جهود الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن نؤمن بأن تمكين النساء هو أمر أساسي للسلام الدائم والمستدام خلال السنوات الماضية كانت الأنباء تدور حول تبادل الأسرى بين ميليشي الحوثي والقوات الشرعية والمقاومة أما الآن فقد أصبح لدى مقاتلين في عدن أسرى من زملائهم فعقب معركة السيطرة على أرضية وقع أسرى لدى المقاتلين وهم الآن يريدون تبادل الأسرى ويعنون موقع عدن الغد فشل وساطة لتبادل أسرى اشتباك مسلح على أرضية بالممدارة وعفقا للموقع فقد فشلت شخصيات اجتماعية وقيادات أمنية في التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سلاح أسرى مواجهات مسلحة بين جماعتين مسلحتين بالممدارة اشتبكتا بغرض السيطرة على أرضية وكانت الاشتباكات قد اندلعت عصر أمس وخلفت عددا من القتلى والجرحة بينهم مواطن دهس خلال إسعاف أحد مصابي الاشتباكات وانتهت الاشتباكات بين الطرفين بأسر عدد من الأشخاص من كلا الجماعتين ويبدو هذا الخبر أشبه بمزحة لكنه أو لكن في الحقيقة هذا ما حدث مع مرور الأيام تتكشف أوراق ميليشيا الحوثي الانقلابية ومخططاتها التي مكنتها من إطالة الحرب وعنونا موقع الصحوانت أزمة مقاتلين في صفوف الحوثي حملات تجنيد وبحث وسط شباب حجة ففي محافظة حجة حولت ميليشيا الحوثي مهام المجلس المحلي أو المجالس المحلية عموما من التنمية والبناء وخدمة المجتمع إلى تجنيع تجميع المقاتلين في صفوفها ومتحصلين وتلموي لحروبها حيث تشهد مديريات المحافظة حملات مواسعة ومكثفة لجمع مقاتلين منذ مطلع فبراير الماضي بالتزامن مع ارتفاع قتلاهم وتناقص حاد في أعداد المجندين خاصة في نهم والجوف جندت ميليشيا الحوثي المجالس المحلية على رأس تلك الحملات وكان مراقبون محليون قد حذروا من عواقب هذه الممارسات على الأجيال القادمة معتبرين إطالة أمد الحرب مع الميليشيات من أهم العوامل التي تخدم جرائمها مطالبين في الوقت ذاته بضرورة الحسم وتحرير ما تبقى من المحافظات خرجت ولم تعد تحت هذا العنوان كتبت سوريا الشيباني مقالها المنشور في المصدر أولاين مضيفة كانت المرأة هي أبرز معالم ثورة فبراير 2011 بخروجها إلى ساحة الاعتصام كثائرة وطبيبة وناشطة حضورها أدهش الداخل والخارج وأنصف المجتمع اليمني نساء ورجالا كما أكد أنه لا يعيق المرأة عن مشاركة الرجل شيء إن هي أرادت ذلك يومها رفعت ساحات الاعتصام شعار الشعب يريد فأرادت المرأة اليمنية وفعلت ما تريد شاركت المرأة في أحداث الثورة وتبعاتها تهتف وتدوي وتحاور وترفض وتتنازل حتى جاء الانقلاب على الثورة بتحالف النظام السابق مع ميليشيا الحوثي ومثلما انقسم الرجال انقسمت النساء إلى أيدي تصفق للانقلاب وتبطش بمن يرفضه وأصوات تهتف ضد الانقلاب وممارسات الإرهابية ولأن المرأة كانت هي أجمل صور الثورة السلمية فقد كانت أبشع صور الانقلاب هي ملشنة المرأة اليمنية إذ ظهرت المرأة في صورة لم نعرفها من قبل تهاجم المسيرات وتعتدي على المتظاهرين السلمين في المسيرات النسائية والرجالية أيضا إلى أن وصل الأمر بعد الحرب إلى اقتحامها المنازل وترويع سكانها ونهب الممتلكات وبالمقابل تجرعت المرأة أصنافا من إرهاب الانقلاب متمثلا في الاعتداء على مسيراتهن واختطاف أزواجهن وأولادهن واقتحام المؤسسات والدور التي يعملنا فيها كدار اليتيمات وغيرها حصلت المرأة في حكومة ما بعد الانقلاب على أكثر من منصب وفي ذلك تجميل لوجه الميليشيا التي صادرت مؤسسات الدولة كلها وبكل ساذاجة احتفى الكثير بهذا المنجز متجاهلين أن هذه الحكومة تشكلت تحت تهديد السلاح الذي نحبته ميليشيا الانقلاب من مؤسسة الجيش إلى صحيفة العربية الجديدة التي قالت أنه مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم يعمد يمنيون كثر إلى إجراءات ذاتية بسيطة لمواجهة العدوى المحتملة في حال أوصوله إلى البلاد من قبيل شراء الكمامات أو الأقنعة الطبية الواقية ومواد التعقيم والمطهرات بالإضافة إلى تخزين بعض المواد الغذائية ياسر عبدالله من هؤلاء اليمنيين وهو من سكان مديرية شعوب التابعة للعاصمة صنعاء يقول إنه اقترض مبلغا من المال لإنجاز بعض الخطوات الاحترازية بهدف حماية أسرته من فيروس كورونا في حال أوصوله إلى اليمن ويضيف اشتريت علبا عدة من الكمامات الطبية وأدوات التعقيم على الرغم من ارتفاع ثمنه بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية تكفي أسرتي لمدة أربعة أشهر في حال انتشر المرض يتابع المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن ضعيفة وأنا لا أثق بها على الإطلاق وفي إمكان الفيروس أن ينتشر في البلاد من دون علم المعنيين بدر سلطان وهو من سكان تاعز قال أخبار انتشار فيروس كورونا الجديد في بلدان كثيرة حول العالم أقلقني كغيري من اليمنيين لذلك اشتريت الكمامات وأدوات التعقيم وأحرص على اتباع كل الإرشادات الصحية للوقاية منه تضيف الصحيفة أن زيادة الطلب على الأقنعة الطبية الواقية في الأوينة الأخيرة أدت إلى اختفائها من الصيدليات نشرت صحيفة ديلي تيليغراف في افتتاحيتها حول ما قامت به إيطاليا تفاديا لانتشار مزيد من فيروس كورونا وعنوانة الصحيفة هل نقتدي بإيطاليا وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي إن الحجر الصحي المفروض على نحو 16 مليون شخص في إيطاليا جاء فيما يبدو في وقت متأخر للحلولة دون انتشار المرض في سائر أرجاء إيطاليا وأوروبا وتقول الصحيفة إن إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة وعزل بلدات بأكملها أمر كان يجب أن يتخذ منذ أسابيع مثل ما حدث في الصين ولكن إمكانيات الديمقراطية الغربية محدودة فيما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة وتضيف الصحيفة الرأي العام في الغرب لن يدعم اتخاذ إجراءات صارمة إلا حين تنذر الكارثة بالخطر السفير اليمني في الأردن علي العمراني يكتب عن من يريدون تقسيم اليمن قائلا هناك عرب وأكرر عرب وأشقائطا أكثر ما يهمهم هو أن تسفر هذه الحرب عن تقسيم اليمن حتى لو استمرت الحرب ثلاثين عاما تتذكرون أحد مثقفهم المقربين البارزين وهو يغرد على صفحته بعد انقلاب عدن الأخير اليمن لن يبقى واحدا بعد الآن متحدث تحدث من باريس إلى إحدى القنوات وهو من إحدى دول بلاد الشام وهو لا يعبر عن أهل الشام الكرام وإنما عن من يدفع قال وهو يعلق على معركة الجوف اليمن لن يبقى واحدا ويضيف بخفة واستبشار اليمنيون بينهم ما صنع الحداد ونعلم أن أمثال أولئك المحللين يعكسون ما يدور في صالونات السياسة للأسف أو ما يوحي به الممولون وكثير من الساسة لا يخفون نواياهم أو يوارون مواقفهم العدائية تجاه اليمن فهي اليوم في وضع من لا يستطيع الرد أو يدفع الضرر في تقديرهم وعبر مسؤول خليجي كبير مؤخرا بقوله لقد أعدنا الحق لأهله ويقصد أنهم سلموا عدنة للانفصالين كل ما يحدث من تطورات تؤكد أن للحرب في اليمن أجندات أخرى غير تحريرها من الحوثين ويبدو أن في الخارج من هو حريص على تقسيم اليمن وتقزيمها أكثر من الانفصالين أنفسهم الذين يهدفون إلى الاستحواذ والتسلط ولو على رقعة صغيرة من اليمن مثلهم مثل الحوثين هناك من يسائلني أحيانا ماذا تستفيد الدولة العربية الفلانية من تقسيم اليمن والإجابة دائما لا أعرف وهناك أسئلة أخرى محيرة لها الدموع جواب كما يقول الجواهري في كل الأحوال فإن قدرنا وواجبنا وشرفنا الوطني يحتم علينا أن نذود عن كرامة أهلنا ووحدة أرضنا ولو وقفت الدنيا كلها ضدنا وكيفما كانت ظروفنا وأحوالنا وفي النهاية لن يصح غير الصحي يبدو أن النساء أقل عرضة للوفاة من الرجال بسبب فيروس كورونا الأمر ذاته بالنسبة للأطفال مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى كما تعنوين شبكة البي بي سي فيروس كورونا هل النساء والأطفال أقل عرضة للإصابة بالمرض تقول البي بي سي دراسة وسعة النطاق أجرتها المراكز الصينية لمكافحة الوباء شملت أربعة وأربعين ألف شخص بلغت نسبة الوفيات من الرجال 2.8% بينما بلغت نسبة النساء 1.7% أما عن الأطفال والمراهقين فلم تزد نسبة عن 0.2% مقابل 15% لدى كبار السن ممن تخطوا الثمانين في المئة هناك تفسيرا لنتائج إما أن تكون هذه الفئات أقل عرضة للإصابة في المقام الأول وإما أن تكون أجسامهم قادرة على التعامل مع الفيروس ما الذي ينقذ حياة النساء؟ لم يكن الأمر مفاجئا للعلماء في وجود فرق في معدل الوفيات بين الرجال والنساء فالأمر معتاد في أنواع كثيرة من العدوى التي تصيب البشر بما فيها الإنفلونزة جزء من الإجابة على السؤال هو أن عادة ما تكون صحة الرجال أسوأ من صحة النساء بسبب نمط الحياة غير الصحي ومثالا على ذلك التدخين لماذا تزيد نسبة الوفيات لدى كبار السن؟ أو لدى كبار السن هناك سببان ضعف جهاز المناعة وجسم غير قادر على التعامل مع المرض فجهاز المناعة يضعف عندما أو عادة مع تقدم في السن فالأجسام المضادة التي تنتجها في سن السبعين أقل جودة من تلك التي ينتجها جسم شاب في العشرينات فالأعباء التي استهلكت بمرور العمر تترك الجسم عرضة لمواجهة المرض يبدو أو جمال حسن يكتب عن أحداث من الماضي جعلت اليمن يعيش تحت التواجد الأجنبي ويربط تلك الأحداث ما يجري اليوم وأضاف في مقال نشره في المشاهد نت نتابع تقف اليمن على فجوة تجرها إلى الماضي وتفرض نفسها على أي مستقبل يمكن حدوثه لهذا النسق يمكن ردم بعض الفجوات التاريخية في اليمن من خلاله قراءة أحداث العصر وبالتالي قراءة أزمنة مختلفة بنفس النسق فالانقسامات الناتئة في اليمن ظلت العامل الرئيسي للتدخلات الخارجية وإدامة فاعليتها والأحداث التي أوصلت اليمن لتصبح تحت الاحتلال الحبشي بصورة ما تعاود حضورها عبر انقسامات فرضت الحرب الحالية وأفسحت لتدخل الخارج وغالباً ما كانت المناطق الساحلية ثاغرة لعبور الغزاة لأن طبيعة السيطرة تقوم على جيوش برية دون أن يكون هناك إيلاء أهمية بمواجهة بحرية فاليمن عبر تاريخها لم تخذ حرباً بحرية حقيقية هذا الجانب منح أفضلية للأحباش المسنودين ببحرية بيزنطية لكن الحضور الحبشية بدأ في القرون الميلادية الأولى بالسيطرة على الساحل الغربي أصولاً إلى نجران ومناطق عسير وأسهمت لانقسامات الداخلية في إطالة وجودهم عبر تحالفات محلية فتحالفوا مع الهمدانيين لاحتلال ظفار عاصمة الحميريين ثم حالفوا هؤلاء ضد أولئك إضافة إلى تحالفهم مع القبائل المحلية هناك إذ أصبح بالنسبة لهم التواجد الحبشي حماية من الغارات الداخلية القادمة من الهضبة الجبلية ولا يمكن أن نشير للأمر على أنه اختلال في الدافع الوطني فالاحتباء بالأجنبي يوفر امتيازات لزعامات محلية تسلبها القوى الداخلية وهو ما يحدث مع المجلس الانتقالي فالخضوع للإمارات يمنحه تلك الامتيازات المسلوبة عندما تمكنت مملكة حمير من توحيد اليمن والتوسع شمالا في الجزيرة العربية ظلت مرهونة بالصراعات إيران تعلن خمسين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مائة وخمس وتسعين وفاة فيما علقت شركة إيران إير كافة رحلتها الجوية إلى أوروبا حتى إشعار آخر وكوريا الجنوبية تدرس إجلاء رعاياها من إيران يعانون موقع الدي دابوليو فيروس كورونا يعصف بإيران وخمسون حالة وفاة جديدة صرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جاهنبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران أما فيما يتعلق بالمسافرين العراقيين سيتم منع دخولهم عبر المنافذ البرية وسيتم السماح بدخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة السلطات العراقية قررت الجمعة إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران وإمهال المواطنين أسبوعا للعودة منها وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل الخامس عشر من مارس قبل أن تتوقف جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة واشنطن بوست وقد اختارت لكم صورا منوعة لأحداث مختلفة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر وصلنا وإياكم مشاهدين كرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء